والآن احنا كلجنة أقاليم يعني خلي أشرح لك عن لجنة الأقاليم وما هو دورها أو عملها احنا واجباتنا مراقبة عمل المحافظات ومجالس المحافظات واجبنا احنا الراقب عمل المحافظات ومجالس المحافظات يعني هذا هاي من واجباتنا الرئيسية وهذا شغلنا يعني فاحنا بالنسبة ان الان دا نعد تعليمات للمحافظات احنا دي شه مرة من صارت مثلا بنينا وأكوا إشكالية صارت بواسطة أكوا إشكالية نسوي كتب للمحافظات للمجالس المحافظات نحن البارحة نسألنا سؤال البارحة من أحد النواب في محافظة تما أنه هل معاون المحافظ يجب أن يكون موظف لو من خارج الوظيفة ممكن يجي سؤال يعني مهم لأن هسا معاون المحافظ درجة وظيفية بدرجة معاون مدير عام طبعا القانون بألفاظ شوية محددة يعني يجي يقول لك مثلا القام مقام والمحافظ وكذا يجب أن تكون عند خدمة لا تقل عن عشر سنوات بينما مثلا يجي تكلم عن معاون المحافظ يقول لك يجيب أن يكون عند خبرة لا تقل عن عشر سنوات مو خدمة يعني معناها ممكن يكون يعني ممكن أن يجيب معاون محافظ بس هو مو موظف لكن إذا تسألني على رأيي الشخص يقول لك مو صحيح ليش سألني ليش لأن أنا هذة راح أنطي درجة معاون مدير عام معاون المحافظ ودرجة معاون مدير عام هو المستشار لازم تكون مرة عليه سياقات على الأقل أنا من راح أنطي درجة معاون مدير عام يجب أن يكون على الأقل عند خدمة وظيفية وشو أن أنطي درجة معاون مدير عام يعرف كتابنا وكتابكم صادر ووالد وموقع على فإذا هذا الكلام يعني حقيقة يحتاج لإعادة نظر يعني إعادة نظر حتى للألفاظ خبر وخدمة يعني يجي واحد يعني يقول لك إيه هم المشرعين رادوا هذا الشي ليش لأنه هو موضوع سياسي محاصصة بالمناصب هاي الكتلة السياسية حتى أبو الخبرة يدخل على الخارج بالضبط فأني رأيي رأيي الشخصي تدري أنا أحكي هسا الآن قانونة فسرة نعم لكن أنا عندي رأيي شخصي أنا أفضل أن يكون معاون محافظ جاي من الخدمة وعنده خدمة ليش؟ لأن أولا أنا هذا حتى يتناغم مع المحافظ بمجال خبرته اثنين هذا يجب أنه تكون عنده خدمة حتى يأخذ درجة معاون مدير عام يعني شوان أنا ينطي درجة وظيفية معاون مدير عام هو ما عنده ولا سنة خدمة